انتبه اشقال انتبه اشقال عبدالتي في المكي اللي خرج معه المجموعة الكبيرة اللي خرجت بعد 25 جوليا وعبدالحميد جلاسي اللي كان استقال من حركة النهضة من شهر مارس عام 2020 بعد انتخابات 2019 الزوز يحكيوا على الاستقال لكن هما في زوز حوارات البرح في إذاعة إياه فام وفي إذاعة شمسة فام في نفس الوقت والزوز يحكيوا بطريقة تتشبه لبعضها ولكن من زوز منطلقات مختلفة واليوم وواقع عن طيهم مختلفة مش نبدأ هما نزوز وقت اللي يحكيوا على الاستقالة متاعهم أنه مسألة الخروج من النهضة كمجموعة كبيرة كانت متروحة حتى بعد المؤتمر العاشر نعرف والدليل على أنه موجود مالينز أنه ثم قيادية كبيرة استقالت قبلنا استقالات فردية نحن الخصوصية أنه كطيار استقلنا رأي الحدث متاع الانتماء هو سي برسونيل كل واحد انخرط واحد واللي أسباب ودوافع كل واحد مناسي برسونيل اثنين الاستقالات طوف النهضة ربما ربعا خمسة سنين نطلع هذا اللي يتهم لكن ما نجمش قول اللي فلان وفلان 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 وما نفس الأسباب لزوزة حكيوا على برشة مواضية عبد الحميد الجلاسي وعبد تيف الماكي المستقلي من حركة النهضة من برشة مواقع وأحداث ساير اليوم مواقفهم تقريبا هي نفسها وقت اللي نحكيه على موضوع اللوبيينغ في حركة النهضة والقضاء اللي ينظر في الملف هذية كان نفس الموقف عند عبد الحميد الجلاسي وعند عبد الدي في الماكي الكلام متاع سيد رئيس الجمهورية مفاده أنه ثم أحزاب يحب يقضي عليها ثم خصوم سياسيين يحب يقضي عليهم رأوا رئيس الجمهورية عندما يتكلم بكل ذلك الضغط على القضاء ما يتمشيش وظيفته كرئيس الجمهورية إذا كان عندك رؤية في إسلاح القضاء حط الأوضاع الطبيعية مؤسسات الدولة تشتغل للأعلام مش تحت الضغط الكذا وقول هذا مشروعي لإسلاح القضاء الكونترام تعلو بيينغ والنص متاع وزارة الخارجية والكذا كلهم عند القضاء ويحقق فيهم أنا تكلمت على السيد رئيس الجمهورية اللي مستدعي وزيرة العدل ومستدعي رئيس المحكمة المحاسبات ويضغط ويقول ثم القضاءة فاسدين وثم ويلزم يبطه بالطريقة هذية وهو جاني طوى التقرير كأنها حاجة جديدة حاجة مستهلة كذية واليوم لذا عاد الكل قالت هذا الكلام هذا ضغط على القضاء سمعت وانا وليه هذي كم يش خدمته وقعد منكي العادة يمشي العواج خطيته أولا أنا نشعر بالعار فأنا رئيس جمهورية بلادي حتى لو كان منقلب يولي لوين راجع وزارة العدل الأمريكية وزارة العدل الأمريكية رئيذية عندها معنى في السلواتات الأمريكية شكون اللي يحكم باش غدوة هذي حركة النعضة والغير حركة النعضة انطيحولها قائمات والعندة الاقتضاء انحلوه هذي ثقاوي حاجة وثم عنا الدولة عنا القضاء متاعنا واللي هذا رئيس الجمهورية من الانقلاب متاعه 25 وواضح اللي يحب يحطي يبسطي الدوع على القضاء البرحة في حواراتهم زوز عبد الحميد جلاسي وعبد تيف المكي يعتبروا أنه اللي عمله رئيس الجمهورية انقلاب أغلبية الساتات القانون الدستوري خالفوا رئيس الجمهورية في تأويله للفصل الثمانين خالفوه والإجراءات اللي يعملها يعني أصبحوا أنصاروا من الساتات القانون يدافوا عليه يقولوا إيه انقلاب ولكن انقلاب محبوب ثم نعرف يقول الديمقراطيات ثم حزاب تطلعوا حزاب طابت أنت تصرفت وفق إيرادتك الشخصية وهذا ما صار مجهول يهدد العملية السياسية يهدد العملية الاقتصادية ويهدد حتى السلم الأهلي الأشكال هل أنه رئيس الجمهورية خاصة بعد الانقلاب قادر باش يحولها إلى مشروع وطن يعني ندخل نخرج من العنوين علش تسميه انقلاب لا أنا أنا من نهارلور من خفص عشرين عن تفعيل الفصل الثمانين موجود في الدستور كيفاش انقلابك تستغل الفصل من الدستور لا عاد لا عاد توقي من أننا نحنا اليوم قديش هدمار الثنين نوفمبر نتحدث معنا على تفعيل الفصل الثمانين خاطر الوصف قاعد والناس تقول لك الانقلاب را وتكون دب بيت في الكياسات في شوية راعة تسكر الأحزاب وتأخذ المفتاح نحنا العرب أبدعنا المدة الأخرانية لانقلابات المائعة شوف الانقلاب اللي في السوداء الملايق عسكر هذه كذلك لا لا وعسكروا مايعوا بيدوا عبدتي في المكي وصفوا بالانقلاب المحبوب وعبد الحميد الجلاسي وصفوا بالانقلاب المائعة ذو مواقفهم في بارشة مواضيع من استقالاتهم من حركة النهضة موضوع اللوبيينج التدخل في القضاء وليسار نهار 25 جولي وتفعيل الفصل الثمانين بالتأويل من رئيس الجمهورية نفس المواقف اليوم عبدالطيف المكي يعلن عن تأسيس حزب جديد الواجب الوطني والنظالي يقتضي مننا أن نواصل المسيرة وذلك عليش عنا تواجه لتأسيس حزب لكن لسنا في اللمسات الأخيرة نحن في اللمسات الأولى مناش مستعجلين نحدوا الوجه متاعنا بتأكيد أن الحزب هذا المسألة الاجتماعية ستكون عنده رؤية قادرة على التحقق مثلا مسألة الاجتماعية مسألة المحافظة على قيم المجتمع التونسي كذلك المسألة الديمقراطية في مختلف الأبعاد متاعها وفي حديث مع مستقلين مع إطارات مع ناس عندها خبرة في الاقتصاد من خارج حركتنا ومن خارج المستقلين بلا دونك هذي حزب عبدالتيف المكي جديد اللي يتم تأسيسه حاليا هل عبدالحميد الجلاسي رغم اللي يحمل نفس المواقف ونفس المبايدة اللي عند عبدالتيف المكي يكون اسمعنا عندهم نفس المواقف اللي سيروا اليوم في تونس هل يمكن أن يكون عبدالحميد الجلاسي في المشروع السياسي لعبدالتيف المكي وإلا لا هذا واضح عندي أني منيشي مع الأصديقاء اللي استقالوا المدة الخرانية. هذا أنا أصحابي ندعي لهم بخير. كل واحد ما نعتبر البلاد والمشهد الحزبي مشكون في حالة مخاض. نعتبر النهضة في داخلها وفي محيضة وكذا مشكون حالة مخاض وأسالة وبحث من على إجابات وكل واحد ما نبحث على عجل ندعيله ومن بالخير. لكن المجموعة الأخيرين لسا قالت ما نشي معه ما نشي معني بريد. عبد الحميد جلاسي يعتبر زادة أنه حركة النهضة انتهيت اليوم ولن يكون في حزب عبدالتيف المكي الجديد. هذي حركة النهضة اليوم وقت اللي خرجت من لما امتهى لكل خطر قبل كانت مجرد استقالات فردية حتى ولو الناس اللي استقالوا هم الناس مهمين كما عبد الحميد جلاسي. ولكن بعد الاستقالة الجماعية الأخيرة حركة النهضة حزب انتهى حسب الناس اللي كانوا موجودين فيها اليوم عبد الحميد جلاسي مش بش يكون مع عبدالتيف المكي. شنو رايك في التركيبة جديدة إيادة اللي بش تكون للأحزاب بش ضد اللي قال عبدالتيف المكي بش يكون حزب محافظ وهو قال ضد كلمة الإسلام السياسي نحن لسنا إسلام سياسي ولكن المسلمين الديموقراطيين كما قالوا. اي هو بش ترجع الساعة اللي تعيش فيه حركة النهضة راهو مسألة طبيعية وفيه تقديري ما عندهاش علاقة بخمسة وعشرين جويلية يمكن خمسة وعشرين جويلية عمقتها ولكن كنا نشوفه فيه من مرحلة حزب عمره معدتها قريب أربعين سنان من الطبيعي انه يصير وذوما معدتها التطور متع الأجيال انه راشد الغنوشي حافظ على موقعه في رئاسة الحركة الثيلة العشرية الأخيرة من غير محل وفقه متع تداول عمق الأزمة هذية اليوم جاء خمسة وعشرين جويلية زاد عمقها وحت المستقلين من الحركة قدام زوزكيالة نحن اليوم هما تقريبا فما ثلاثة أجسام فما حركة النهضة الجسم التنظيمي التاريخي اللي يرقصوا راشد الغنوشي وهياكلوا فما المستقلين اللي ماشين في توجه إنشاء حزب جديد اللي هما من بينهم معتها اللي فهمتوا من كلام مثل عبدالطيف المكي عبدالطيف المكي سمير ديلو محمد بن سالم قال برشا ناس أخرين وبرشا ناس أخرين وعبدالحميد إجلاسي السؤال اللي طرح عليش ما همش مع بعضهم نتصور إنه فما حاجتين فما الإرث متع العركة مع راشد الغنوشي داخل الحركة كانوا الزوز أطراف يتعاركوا مع راشد الغنوشي بنفس الأسباب ولكن مش مع بعضهم ما أنت تنظيميا ما كانتش نفس المجموعة وأيضا نتصور إنه فما رؤية للمرحلة السياسية المقبلة اليوم خطاب عبدالطيف المكي اللي سمعت وان البارح يحب يقطع مع الارث الحركة الإسلامية كما بدايت مع جامعة الإسلامية ومع الاتجاه الإسلامي والمبعد والاتحركة النهضة ويحكي على مفهوم اللي نعرفوه في أوروبا حركات المسيحيين الديمقراطيين اللي من بينهم الحزب متاع ميركل وغيرهم في أوروبا إنه اليوم فما ما كان لجسم يرث حركة النهضة يكون المسلمين الديمقراطيين مجيها الأخرى كي نسمع أنا سيا عبد الحميد الجلاسي نحس إنه ما زال ما حسمش أموره بين خطر الرؤية متاعه منقسمة بين رؤيتين إنه البلاد في حاجة إلى حزب محافظ كبير مش كان فقط الناس جايين من الحركة الإسلامية ومن جهة أخرى فما كلام خاصة بعد 25 جولية على حزب الديمقراطي واسع وشعبي مش فقط محافظ ولكن الهدف متاعه الدفاع على الديمقراطية في رأيي الإرثم تعالعاركة داخل حركة النهضة الاختلاف في التصور لبلاد شنو محتاجها سياسيا هو اللي يخليهم رغم تقييمهم المشترك لحركة النهضة رغم تقييمهم المشترك لقيس سعيد رغم مواقفهم اللي هي ميش بعيدة على بعضها تنظيميا اليوم قاعدين نشوفوا اليوم موش مشين في نفس المساء هس اللي تونس اليوم في الفترة القادمة محتاجة إلى حزب محافظ؟ هو أي ديمقراطية مشكن تونس أي ديمقراطية يجب أن يكون فيها حزب محافظ وحزب ليبرالي وحزب اشتراكي وحزب خضر معتها هي الأحزاب شنوية؟ هي الأحزاب تعبير على التنوع اللي موجود في المجتمع والناس كيمشيوا يحطوا الورقة في الصندوق يحسموا شكون اللي أغلبي في المجتمع وشكون اللي مهوش أغلبي دونك طبيعي أنه تونس ككل الدول في العالم المهم أنهم يكونوا كلهم ديمقراطيين مشكلتنا أنه إحنا بنينا ديمقراطية هذا اللي خلانا وصلنا للأزمة اللي إحنا فيها ولكن أي ديمقراطية عادية هي في حاجة إلى مكونات مختلفة تمشي بالشيوعي للليبرالي المهم تتشبه للناس اللي انتخبوا المهم تتشبه للناس اللي انتخبوا باش ما يكونش عنا مواطن النهار تليمشي حط ورقة في الصندوق ما يلقاش شكون يشبه وفلا شو بيكم لوليد؟ آه ليه نسمع فيكم بلا عجب لي الحديث ما بيت طب نسمع لوليدو كاما انت بش تكون في حزب عبل طيف المكي ولا عبل طيف جراسي في حزب حتى حد خاتيني خاتي خوك أنا ما عنديش مع السياسة أصلا ما نفهمش فيها وما عنيش أصلا بش نفهم في السياسة صدقك أنا صدقك لا ولا لا بالرسم إيد معتا الفونت كوميرس انت حركت النهار ده هما حاشتين هما الدين واحد واثنين محافظ سمعتكم زوز خديت الكلمتين هذو ما من عندكم كامش نعتبر كلمة محافظ فانو المحافظين تفكت منهم الفونت كوميرس هذي مشالي رئيس الجمهوري قيس عيد اليوم هو الفيجور المحافظين يروا وروحهم في خطاب قيس عيد فلا كامش نمشيوا للدين فانو فهموا التوينسة اليوم اللي كنا مسلمين معتا تفرقة زيدة معتا شو كنا وانتي مسلم أكثر مني ولا انا مسلم أكثر منك موش المعيار المحلد في السياسات الاختصادية تقولي حزب ذا مرجعية دينية معتا اليوم فهمنا التوينسة اللي سيبوهم معاش تبيع الحكاية هيت شا عندك باي كنا مسلمين اي اعطيني برامجك اعطيني مقترحاتك شنين تقترح علي باش نجم تنفع البلاد باش نجم هذك عليش مبكري كنسمع في الاكستري عمين عم تلطي في المكي حكاية على الجانب الاجتماعي والتصورات الاجتماعي حبوا يخرجوا من البوت قامتاع الإيديولوجي لينوي واليوم حزب كباقي الحزب عندي اصدقاء في حركة النهضة عندي اي بيانسون وعندي اصدقاء في البراس كل في البراس كل معتا شنين مشكلة معتا ما هيش سبب معتا نرماء العادي معتا اصدقائي في حركة النهضة يعود تلك هجب مع روخرة نحب ان معتا نقولهم اني معتا كي تحبوا تقنعوا الشعب الكريم بالديمقراطية وريوها ساعة في رويحكم مقبل معتا كي تحبني اليوم نقتنع علي انت ديمقراطي وقت انتي ما تنجمش تبدل رئيس الحركة نتاعك عندك اعوان ما نجمش تبدله وتحبني نقبل منك اللي انتي اليوم تقدمني في روحك على اساس ديمقراطية فانو اذا يصعب برشة مفارقة ذا ما نجمش نقبلها ومخي ما يستوعبهش بالكل وريونا الديمقراطية فيكم انتم اذا كعليش هم استقالوا خرجوا وعلى امل يلقى ديمقراطية في حزب جديد اما رو بناء حزب مثلا معناتها معقدة ياسر في وضع عادي معقدة باش ياء في الوضع اللي قاعدين يشوفيه اليوم واضح انتو كحوار شيق جدا معاكم يا جميع يعطيك صحة هجر باركة الله فيك تحبش تسلم على اصدقائك هجر لناها في البروماتر غضة دوب البروماتر غضة دوب البروماتر تحبش تسلم على اصدقائك في بلاسوخ اذا انت في حزب الاحزاب سلم على اصدقائي في الاحزاب الكل كان هجر طلع هايليو انا عندي اصدقاء في كل مكان انا صديقة الجميع في الانفاق ليه الانفاق فوق الارض فوق الارض ليه